اشتركوا في القناة والبنتاجون يناقض الخارجية وينفي التنسيق مع روسيا في مجال مكافحة الارهاب في سوريا اشتركوا في القناة الارهابيين استهدفوا خطوط المواجهة في حلب القديمة بالقذائف التي تحتوي مواد مرخية للأعصاب ورصد مراسلنا في مشفى الرازي وصول جثامين الشهداء والمصابين جراء هذا الاعتداء لا ثم اشتركوا في القناة التي احتوت بطبيعتها على غاز السارين التي قامت بارسالها المجموعات الرهابية المسلحة على خطوط التماس في عدد من الإصابات والشهداء وصلت لمشفى الرازي وحاليا هل يقوموا بإنعاشهم واللي استشهد استشهد واللي لسه تحت قيد الحياة كنا في حلب الأرديني عمليه انقاذ بعض العساكر ونحنا من أسنان الانقاذ ضربوا علينا مواد سامة ما عرفنا نزل زميلنا معه الجهاز نزل بنفق بسحب زملائنا وهو جوا فقد الوعي مباشرة على أسرار الأغازات السامة اليوم تصعيد آخر للعصابات الإرهابية مسلحة على أهلنا المدنيين في محافظة حلب حتى الآن وصل إلى أسعاف مشفى الرازي أكثر من عشر إصابات اختناق بغاز مجهول تم تحليل غاز السارين لن يتأكد أنه غاز السارين هناك تحليل لتأكيد من أي نوع من الغازات خمس وفيات حتى الآن مدنيين وعسكريين ولا زال سيارات الإصعاف تنقل لدينا إصابات من منطقة حلب القديمة تصعيد آرهابي جديد ممنهج باستهداف النقاط العسكرية والمدنية بقزائف صاروخية تحتوي على مواد سامة ولذناء الإخبارات السورية من داخل مشفى الرازي حلب ارتقى شهيدان واصيب 23 شخصا جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية أحياء سكنية في مدينة حلب وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن التنظيمات الإرهابية أطلقت مساء أمس قذيفة صاروخية على حي صلاح الدين وأخرى على حي المشارق السكني مشيرا إلى إصابة ستة أطفال بجروح بعضهم إصابته خطيرة كما أطلقت مجموعات إرهابية قذائف صاروخية على حي الحمدانية وساحة سعدالة الجابري ومحيط القصر البلدية عدد من أهالي الأحياء الشرقية في حلب يخرجون من حصار التنظيمات الإرهابية لهم والجهات الحكومية في المحافظة تؤمن لهم الخدمات المطلوبة وتؤكد استمرارها باحتضانهم عشرات العائلات المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية خرجت من الأحياء الشرقية لمدينة حلب عبر ممر الشيخ سعيد جنوب المدينة حيث استقبلهم عناصر الجيش ونقلوهم في حافلات إلى مراكز الإقامة المؤقتة بوجه التحية لسيد الرئيس والجيش العربي السوري اللي فتحونا المعبر وخلصونا من الإرهاب ومن دوليك المسلحين يجوعونا ما خلونا مثل ما يقول شردونا جوزي هالله أنا كمان ما بعرف عنه مصيره وين كمان شردونا ولادي صغار حفيانين طلعنا جوعانين ياخدوا الأكل إلهم ما يطعمونا إن شاء الله وبإذن الله سوف تتم هذه المصالحات حتى يرجع الأمن والأمان إلى ربوع سوريا كما كنا في زمن قليل سابق نرجع وكل الناس تكون عايشي بأمن وأمان تأتي هذه الخطوة بعد خروج عشرة العائلات السبت الماضي عبر الممرات التي حددتها المحافظة فيما تقدم الخدمات الطبية للأهالي الذين تخلصوا من حصار التنظيمات الإرهابية على قدم وساق كما تؤكد الجهات المحلية استمرار استقبال الأهالي نحن منذ عدة أيام أمننا جميع مراكز الإيواء وهلأ اليوم يوم سعيد بالنسبة أننا عم نشوف بعض الأخوة من المناطق الشرقية رجعت لحضن الوطن وبعض المسلحين استفادوا من مكرومة السيد الرئيس ومن العفو ومن المرسوم وسلموا حالا وسلموا سلاحا طبعا نحن هلأ كمحافظة نشكر كل الجهات المعنية اللي عملت على استقبال المواطنين طبعا وعلى رأسهم الشكر الكبير لجيشنا العربي السوري والجهات الأمنية المعنية يلي سهلوا عملية العبور طبعا نحن هلأ أخوتنا اللي عبروا عاب ياخدوا مؤن مؤقتة بس ولكن نحن مستمرين بدعم بمراكز الإيواء والمحافظة مستمرة بكل المراكز على النطاق الصحي وعلى النطاق الغذائي وعلى النطاق التعليمي وعلى كل الأصعيدة قلب الوطن يتسع للجميع ولا يصح إلا الصحيحة في معادلة يرسخها صمود السوريين الذي أسقط ولا يزال حلقات العدوان الإرهابية أقدمت تنظيمات إرهابية على اختطاف مسؤولهم في المصالحة وأربعة عشر مسلحا في درع لمنعهم من تسوية أوضاعهم التنظيمات التي أطلقت أول أمس قذايف الهون على تجمع للمصالحة في بلدة موثبين بريف المحافظة اختطفت مسؤول المصالحة في بلدة تل شهاب إضافة إلى المسلحين الذين اختطفتهم من بلدة الغرية الشرقية أفد مركز تنسيق الروسي في حميمين برصد سبعة خروقات لاتفاق وقف العمل القتالي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك عدد خروقاتها للاتفاق منذ بداية تطبيقه في السابع والعشرين من شباط الماضي إلى تسعمائة وثلاثة عشر خرقا وأوضح المركز في بيان لها أن ما يسمى جيش الإسلام قصف من مدافع هون خمسة بلدات في ريف دمشق من بينها عربين ودومة وجوبر بينما قصف ما يسمى أحرار الشام منطقة قارورة بريف اللذقية وأشار المركز في بيانه إلى أن ثمان بلدات في ريف السويدة والذقية وحمص انضمت إلى عملية المصالح ليصل العدد الإجمالي للمدن والبلدات السورية المنضمة إليها إلى ثلاثمائة وسبعة وثلاثين بلدات ميدانيا أوقعت وحدات من الجيش ستين قتيلا بين صفوف تنظيم داعش الإرهابي ودمرت لهم مستودع ذخيرة ودبابتين وعددا من الأليات في دير الزور وأدمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري مقرات لإرهابي تنظيم داعش شمال قرية لنفجر الشرقي بريف حماء لم يكن يوم الإرهابيين في ريف حلب الجنوبي الغربي يسير على مجتهه قادة المجموعات الإرهابية خاصة بعض صد الجيش العربي السوري لهجومهم العنيف ليأتي الاعتراف وعلى لسان التنظيمات الإرهابية التي أقرت بذلك ونشرت أسماء قتلها من قادتها الميدانيين فكانت الكلمة لوحدات الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة لتحصد أكثر من ثمانمائة قتيل وأربع عشرة دبابة وعشرة ناقلات للإرهابيين وأكثر من ستين سيارة مسودة برششات العمليات في ريف حلب قابلتها ضربات مركزة وجه سلاح الجو في الجيش العربي السوري ضد مقرات لإرهابي داعش شمال قرية بريف حماء ما أسفر عن تدميرها بالكامل فيما تصدت وحدات من الجيش والقوات المسلحة لمحاولة اعتداء المجموعات الإرهابية على محطة الزارة وعدد من النقاط العسكرية في محيطها بريف حماء الجبهة الجنوبية كانت فيها ضربات المركزة والمكثفة حاضرة حيث وجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة رماياتها على تجمعات وبؤر للتنظيمات الإرهابية في مزارع النخلة بمنطقة درع البلد ما أسفر عن تدمير تجمعات للتنظيمات الإرهابية ومقتل وإصابة العديد من أفرادها وتدمير آليات مزودة برشاشات متنوعة فيما دمرت وحدة أخرى مقرّي قيادة للتنظيمات الإرهابية في حي الأربعين وقضت على عدد من أفرادها شمال مبنى البريد وغرب الجامع العمري وشرق جامع الحمزة والعباس في درع البلد نفت موسكو ما تدولته وسائل وعلام حول استخدام غاز الكلور في ريفي إدلب ردا على إسقاط الإرهابين مروحية نقل روسية أمس النفي الروسي جاء على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ردا على سؤال حول أنباء تحدثت عن قصف مدينة سراقب ببراميل الكلور الليلة الماضية وعرب بيسكوف عن استغرابه من المصادر التي جاءت منها هذه الأنباء أعلن نائب وزير الخارجي الروسي سيرجي رياباكوف أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لعملية فصل الإرهابيين عن المعارضة المعتدلة في سوريا وقال رياباكوف أن الحكومة السورية فصلت الإرهابيين عن المعارضة المعتدلة وعن المدنيين بينما لم تكن واشنطن مستعدة ولم تعتزم القيامة بذلك طوال الأشهر الماضية بغض النظر عن الإشارات والوعود التي أطلقتها وعضف رياباكوف أنه لا يمكن الحديث عن شراكة حقيقية بين روسيا والولايات المتحدة في سوريا مدامة واشنطن تطرح مطالب جديدة بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مشيرا إلى أن واشنطن تقوم بعد كل جولة مفاوضات مغلقة وبعد التوصل إلى اتفاقيات معينة بطرح مطالب إضافية جديدة تكسر التوازن وتعرقل التقدم البنتاجون ينفي التنسيق مع روسيا في مجال مكافحة الأرهاب في سوريا وينقض تصريحات التي صدرت عقب لقاء لافروف كيري الأخير فيما رئيسة مجلس الاتحاد الروسي تعتبر أن إسقاط المروحية الروسية خلال عودتها من مهمة إنسانية جريمة خسيسة التصريحات الأمريكية حول نية واشنطن في مكافحة الإرهاب تأخذ مسارات متناقضة تؤكد نفاقها حول مزعيمها بمحاربة الإرهاب والامتناع عن دعم التنظيمات الإرهابية الأمر الذي أكده التصريح الأخير للبنتاجون الذي نفى وجود تنسيق مع روسيا في مجال مكافحة الإرهاب في سوريا زعما أن العسكريين الأمريكيين والروس يتقابلون بشكل منتظم في إطار مذكرة تفاهم حول ضمان أمن الطلعات الجوية فوق سوريا التصريحات الأخيرة للبنتاجون تأتي لتتناغم مع تصريحات أشتون كارتر وزير الدفاع الأمريكي والتي جاءت متناقضة تماما مع ما تم الإعلان عنه عقب المحادثات التي أجرها وزير الخارجي الروسي سرغي لافروف مع نظيره الأمريكي في موسكو منتصف الشهر نفسه من اتفاق روسيا والولايات المتحدة على محاربة تنظيمي داعش واجبة النصر الإرهابيين بلا هوادة وفي إطار توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا مات فيينكو ضرورة وجود تنصيق من كافة أطراف المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للوضع في سوريا وأعربت عن أسفها حول الجريمة البشعة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية بحق الطيارين الروس وإسقاط مروحيتهم في إدلب يشار إلى أن عناصر إرهابية أقدمت على إسقاط مروحية روسية على متنها خمسة عسكريين روس بعد استهدافها في ريف إدلب وهي في طريق العودة إلى مطار حميم بعد إيصال مساعدة إنسانية إلى حلب ساعتنا مستمرة يبقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الجعفري يقول إن تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنساعات المسلحة لم يتناول السبب الرئيسي لمعاناة الأطفال في سوريا السين ان تروج لأحادي إرهابي جبهة النصرة بعد تغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام وتستضيفه على شاشتها ووفاة العالم المصري الكبير أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عن عمر يناهز سبعين عاما ترجمة نانسي قنقر اكد مندوب سوريا في الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأطفال خلال النزاعات المسلحة بأن تقرير الأمم المتحدة لم يتناول أسباب العنف الممارسة على الأطفال في سوريا والذي مرده فكر بني سعود الوهابية التفاصيل في التقرير التالي مندوب سوريا الدائم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أكد أن تقرير الأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة لم يتناول أسباب العنف الممارسة على الأطفال في سوريا والذي مرده فكر بني سعود الوهابية الذي كرس قواعد الفكر المتطرف وأرسى جذوره الدموية وفي بيان ألقاه خلال جلسة مجلس الأمن الدولية حول الأطفال والنزاعات المسلحة أوضحت جعفري أن التقرير تجاهل معاناة الأطفال السوريين في الجولان السوري المحتل نتيجة معايشتهم للاحتلال وتعروضهم بالتعذيب مؤكدا ضرورة إجراء تحقيق حول اختطاف المئات من الأطفال السوريين على يد التنظيمات الإرهابية نؤكد على تجديد المطالبة بإجراء طاقم السيدة زروقي تحقيقا لمعرفة مصير المئات من الأطفال السوريين الذين تم اختطافهم من قبل عناصر جيش الإسلام الإرهابي وفرقة التوحيد والجيش الحر في ريف دمشق وحلب واللاذقية بعد ارتكاب جرائم تقشعر لها الأبدان على أساس طائفي بحت وناشدنا في الرسائل المتكررة التي تم إرسالها إلى مجلس الأمن ومكتب السيدة زروقي معرفة مصير أولئك الأطفال وقد تم تزويد مكتب السيدة زروقي بمواقع إلكترونية توثق حالات تجنيد الأطفال من قبل ما يسمى بمفتي تنظيم أحرار الشام التابع لجبهة النصرى وهو الإرهاب السعودي عبدالله المحيسني مندوب سوريا الدائم في المنظمة الدولية أشار في بيانه إلى أن غرفة موك في عمان التي تضم أجهزة استخبارات عربية وأجنبية تحشد آلاف المسلحين لما يسمى المعارضة المعتدلة لإطلاق إرهابهم وإجرامهم ضد الأطفال السوريين إن غرفة موك الموجودة في عمان أيها السيدات والسادة وهي التي تضم أجهزة استخبارات تمثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا وقطر والأردن وإسرائيل والسعودية تحشد الآن ما بين من سبعة آلاف إلى تسعة آلاف مقاتل على حدودنا مع الأردن داخل الأردن وهم ينون إطلاق هذه المعارضة المعتدلة المتوحشة قريبا باتجاه حدودنا الجنوبية مع الأردن لكي يمارسوا اعتدالهم في قتل الأطفال وتدمير البنى التحتية للدولة ومهاجمة الجيش والآمنين لو حدث هذا في أي دولة من دولكم أيها السيدات والسادة هل كنتم ستسمون هؤلاء الرعاع معارضة معتدلة؟ الجعفر تطرق في مداخلته إلى جريمة البشع التي قامت بها مجموعة الوصوص ممن يوصفون بالمعتدلين يطلقون على أنفسهم اسم نور الدين الزنكي بذبح الطفل الفلسطيني عبدالله عيسى وفق الشريعة الداعشية الوهابية قناة سيانان الأمريكية تستضيف على شاشتها أحد قيادات تنظيم جبهة النصر الإرهابي فرع تنظيم القاعدة في سوريا بعد تغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام الإرهابي الذي استضافته سيانان هو مصطفى محمد فراج من أستراليا وكان موضوعا على القائمة الأمريكية للإرهابيين المطلوب قتلهم وقد وجهت القوات الأمريكية له ضربة لكنه نجى منها ليتحول هذا الإرهابي إلى نجم على هذه القناة التي أغفلت كنيته فراج وقدمته باسم مصطفى محمد وذلك بإعاز من وكالة الاستخبارات الأمريكية التي تملك قاعدة بيانات واسعة لعملائها الإرهابيين في سوريا والعراق أكد سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون الدور المهم للمغتربين في المساعدة في ترميم ما دمرته الحرب الإرهابية على سوريا وإعادة الإعمار وعشر حسون خلال لقائه وفد الجالية السورية بالكويت إلى ما يقوم به أبناء سوريا في المغتربات وخاصة أبناء الجالية في الكويت لجهة التخفيف من آثار الحرب العدوانية على وطنهم وفي تعزيز جهود المصالحة بين أبنائه بدورهم أكد أعضاء الوفد برئاسة الدكتور وائل ناصر استعدادهم لتقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود جيشنا وشعبنا في معركته ضد الأرهاب اليوم الذي أشهد في سوريا هذا الوفاء من أبنائها من خارج الوطن كما شهدته من عدد من الأوروبيين الذين لم يكنوا من أبناء سوريا جاءوا وبكوا حينما رأوا شعب سوريا يقدموا هذه التضحيات وهذا العطاء لوطننا الحبيب لذلك ليس عجيبا وليس غريبا أن تروا أبناء هذا الوطن يأتون من الكويت يأتون من البلاد العربية ليقولوا هذا جيشنا وهذا شعبنا وهذا قائدنا قدموا الأرواح وقدموا الشهداء في سبيل إعزاز هذا الوطن ووحدته وبقائه عزيزا فما واجبنا اليوم واجبهم أن يأتوا لإعادة البناء فالوطن محتاج لكل فرد من أبنائه في وفائه أن لا يكون بالكلام إنما أن يكون بالعمل والبناء نحن حوالي 45 شخص نمثل كامل الفسيفساء السوري من كل مكونات المجتمع السوري في الوطن فهذا دليل كبير أنهم سقطوا في مساعهم وفي مساعيهم ولن ينجحوا أبدا نحن جينا على دولتنا وهي الجمهورية العربية السورية من دولة الشقيق الكويت إلى أرض الوطن الحبيبة جينا مناسبة عيد الجيش وهو عيد عظيم وعيد مقدس لنا طبعا نحن اليوم جايين للسورية لدعم مشروع جريح وطن وتأصدنا تكون الزيارة متزامة مع عيد الجيش العربي السوري لحتى نعبل عن شكرنا وثيقتنا الكبيرة بجيشنا طبعا الهدف هو الاحتفال بالجيش والاحتفال بعيد الجيش وزيارة بعض الأماكن المهمة لدعمان وتأديران وحتى نقول أنه نحن يعني بلا الجيش ما منسوا شي الجيش هو الوطن هو الكرامي جينا أيضا لنستمد القوة والعزيمة والثقة بالنفس من أهلنا هنا في الشام في سوريا جمعا جينا نقول لهم أيضا كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله النصر غريب بإذر الله هذه ليس أول زيارة نحن لن نتأخر بجميع المناسبات التي تأتي الوطن صحيحا أننا خارج الوطن وإنما نحن جسديا مع الوطن واجتماعيا مع الوطن وماديا مع الوطن ونحيي جيشي للعربي السوري دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية موقعا لإرهابي داعش في موقع زويتيني برأس بعلبك في البقاع الشمالي شرق عرسال وذكرت قناة المنار اللبنانية أن المقاومة استدفت بالأسلحة الرشاشة والمدفعية الثقيلة والقذافة الصاروخية لإرهابي داعش في المرتفع ما أسفر عن تدميرها وقتل وجرح من بداخلها من الإرهابيين وكان الجيش اللبناني دمر أمس الأول موقعا لجبهة النصرة في ظهر الصفة بجرود عرسال بحث رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني على الدين بروجردي مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة كما بحث بروجردي مع كل من رئيس مجلس النواب اللبناني نبي برري ورئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام في بيروت التطورات في العلاقات الثنائية وقال بروجردي أنه تم بحث مختلف تطورات الإقليمية بما فيها ما يجري على الساحتين السورية والعراقية وأكد بروجردي مجددا أن إيران تدعم بقوة الوحدة الوطنية الداخلية في لبنان وكل ما من شأنه أن يعمل على استتباب الأمن وعرى بروجردي عن أسفه واستيائه للخطوات التي قام بها النظام السعودي لتطبيع العلاقات مع الكيان الصيوني وأدان التفريط المجاني بالقضية الفلسطينية وهي القضية المركزية والمحورية والأساسية للأمتين العربية والإسلامية من خلال محاولات تطبيع العلاقات مع هذا الكيان إلى الشأن الفلسطيني حيث أظهرت لقطات فيديو نشرت أو عفوا قيام جندي إسرائيلي بالاعتداء على طفلة فلسطينية وسريقة دراجاتها الهوائية في حي السلايمة بمدينة الخليل وروت طفلة الضحية أنوار عامر بدوي برقان البالغة من العمر ثماني سنوات كيفية تنكيل بها من قبل جنديا للاحتلال وسرقة دراجاتها الهوائية رغم أنها لم تشكل أي خطر على حياة الجنود هي وأشقاؤها الصغر وتعود الحادثة إلى تاريخ الخامس والعشرين من تموز الماضي وفي فلسطين المحتلة أيضا نصيب شبان فلسطينيان شرقية نابلس برصاص قوات الاحتلال التي اعتقلت عشرات الفلسطينيين في عموم طفة الشارع الفلسطيني ينتفض من جديد في مواجهات مباشرة مع قوات الاحتلال الصهيوني في عدة مناطق مصادر فلسطينية ذكرت أن شابين فلسطينيين أصيبا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي نابلس والتي اعتقلت ثمانية عشر آخرين خلال اقتحامها لعدة قرى وبلدات في الضفة الغربية وذكرت المصادر أن فتى من مخيم عسكر أصيب بشاذية رصاصة مطاطية أطلقتها قوات الاحتلال فيما أصيب شاب آخر بالرصاص المطاطية خلال اقتحام قوات الاحتلال منطقة خلة العمود قرب مقام النبي يوسف مستخدمة القنابل الصوتية وقنابل الغاز والرصاص المطاطية وكان شابان فلسطينيين أصيبا أيضا برصاص قوات الاحتلال خلال مداهمتها لمخيم الدهشة في مدينة بيت لحم إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من قريتي فرعون جنوبي تول كرم وعنبتة وشابين آخرين من منطقة العبيات وقريتي نحالين في بيت لحم وثلاثة شبان وفتاة من الخليل قوات الاحتلال نصبت بوابات حديدية على مدخل الخليل الشمالي وعلى مدخل يط الشمالي وحواجز عسكرية في عدة أحياء من المدينة في القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين من مخيم شعفات والضواحي الملاصقة بعد دهم منازلهم بصورة وحشية واعتقلت شابا من قرية حزمة شمال شرقي القدس المحتلة وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة وعشرين فلسطينيين في الضفة الغربية رفضت سلطات آل خليفة الحاكمة في البحرين مجددا الافراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب المعتقل منذ نحو شهرين وقررت المحكمة الجنائية تابعة لنظام آل خليفة عرض رجب على طبيب السجن بسبب تدهور وضعه الصحي ورجعت جلسة محاكمته إلى الخامس من أيلول المقبل وكان محام الدفاع عن رجب تقدم من المحكمة بطلب جديد للافراج عنه نظرا لظروفه الصحية إلا أن الطلب رفض وكانت السلطات البحرينية أعادت في حزيران الماضي توقيف رجب بعد أقل من عام على الافراج عنه في حين وصفت منظمة العفو الدولية محاكمته بالمهسلة وإلى اليمن فقد قتل ثلاثة أطفال يمنيين ووصيب والدهم جراء غارة شنها طيران النظام السعودي على أحياء سكانية في محافظة أبيان اليمنية وقال مصدر الأمني أن طيران العدوان السعودي دمر أيضا شبكتين اتصالات بمديرية كتاف وبوادي آل أبو جبارة بمحافظة صعدة ما أدى إلى انقطاع الشبكة بالكامل عن تلك المنطقة مشيرا إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة البقع أسفل مران بمديرية حيدان في صعدة مخلفا دمارا واسعا بمنازل ومزارع اليمنين ونبقى في الشان اليمني حيث أكد المبعوث الأممي إلى اليمن أن وفد الرياض إلى محادثات الكويت لم يغادر رغم إعلانه تعليق مشاركته في المشاورات تقرير يمام واكد بعد أعلانه الموافقة على تمديد مفاوضات السلام اليمنية استجابة لطلب أممي وفد الرياض يتراجع ويغادر الكويت مغادرة لم تمنع تأكيد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد استئناف المشاورات مع باقي الأطراف اليمنية ولسيما بأن وفد الرياض يحاول عرقلة التوصل لحل يمني بما يخدم استمرار غارات العدوان السعودي قصفها للبلاد الأيام المقبلة وكما أوضحها ولد الشيخ تتضمن تقييم آلية عمل المشاورات تحضيراً لخطوات قادمة أكثر فعالية بما فيها تثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية الأولوية الآن لتثبيت وقف الأعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني والاتفاق على الترتبات الأمنية لنتمكن من التطرق إلى كافة المواضيع الأخرى جدار حل الأزمة اليمنية التي تعصف في البلاد لم يتم اختراقه بعد نتيجة لتعنط موقف وفد الرياض وتمسكه بحل جزئي في المحادثات وذلك في وقت يؤكد فيه الوفد اليمنية على حل شامل يتضمن جميع الجوانب السياسية والإنسانية والاقتصادية والأمنية توفي مسامس عالم الكيمياء المصرية الفائز بجائزة نوبل الدكتور أحمد زويل عن عمر يناهز سبعين عاما بعد صراع مع المرض وزويل حائز على جميع المصر قلت ذلك الأسبوع الماضي وهو يواصل إثبات ذلك وعلى الفور جاء الرد الصارم من ترامب بالقول إن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون تبنت سياسات أضرت بالأمن القومي وبالعمال الأمريكيين مضيفا أن كلينتون أثبتت أنها غير لائقة للعمل في أي منصب حكومي آخر استطلاعات الرأي تظهر تقدم المرشح الديمقراطية للانتخابات الأمريكية هيلاري كلينتون بتسع نقاط على منافسها الجمهوري دونالد ترامب البيت الأبيض بانتظار ساكنه الجديد لكن الطريق إليه شائك ويحمل خيارات متناقضة استطلاع جديد للرأي أظهر تقدم المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بتسع نقاط وأبيّنت نتائج الاستطلاع الذي أجته شبكة CNN ومعهد ORC لتحقيقات أن كلينتون تحظى بـ 52% من الأصوات مقابل 43% لترامب محقيقة تقدماً قدره تسع نقاط عن مستوى التأييد لها قبل المؤتمر الوطني الجمهوري وأشارت الوكالة إلى أن كلينتون التي تعتبر من المرشحين الأقل الشعبية الذين عينهم الحزب الديموقراطي لخوض السباق إلى البيت الأبيض تمكنت من اجدداب ناخبين خلال مؤتمر حزبها حيث يبدي 36% من الناخبين المسجلين على القوائم الانتخابية رأياً إيجابياً حيالها إلا أن 50% ما زالوا ينظرون إليها بسلبية لا في تتاني إلى أن ترامب أقل شعبية بقليل وكان استطلاع لرأي أجرته شبكة CBS نيوز أشار إلى تقدم كلينتون بهامش مريح أيضاً على ترامب تذكير بالعنوين أوباما يؤكد أن الغرات الأمريكية في ليبيا تصب في مصلحة أمريكا أردوغان يوسع دائرة أجراته التعسفية لتطال الأطباء والرياضيين وكلينتون تتقدم على منافسها الجمهوري ترامب في استطلاعات الرأي نهاية ساعتنا الإخبارية النصر لسوريا والمجد للشهداء ترجمة نانسي قنقر